نادي الهلال النهاردة نادي الهلال السعودي نادي العظيم عمل أداء رائع جداً أمام فلمانجو البرازيلي بطل أمريكا الجنوبية وفاز عليه النهاردة 3-2 في مباراة رائعة للهلال بدايةً كده 1000 مليون مبروك لنادي الهلال للوصول لنهاء كأس العالم للأندية كثالث فريق عربي يصل لهذه المرحلة بعد فريق الرجاء المغربي وفريق العين الإماراتي وإن شاء الله بكرة النادي الأهلي يكون طرف النهاء التاني علشان تبقى مواجهة تاريخية رائعة كلاسيكية كبيرة بين النادي الأهلي ونادي الهلال السعودي يا خبر على الحلم الحلو ده الأهلي والهلال السعودي في نهاء كأس العالم للأندية يا الله يا خبر على الحلاوة نهارده الهلال عمل مباراة كيف؟ مباراة ممتعة مباراة لفريق كبير قوي خد بالك اللي بيفرج على الهلال السعودي الهلال عنده فرقة سئيلة قوي فرقة مش أقل من فرقة أوروبية فرقة تقدر كمان تعمل ضعف الأداء ده يعني هما أداءهم رائع لكن التشكيلة السكواد بتاع الهلال مرعب مرعب شبه مش شبه كمان ده في بعض الأحيان أفضل من فرق أوروبية كثيرة التشكيلة بتاعت الهلال معهم مدرب كبير طبعا نامو دياز فالهلال النهارده ممتع وشرف كل العرب كعادة الهلال السعودي عمل أداء محترم وأداء كبير واستحق الفوز على فلمانكو البرازيلي تتكلم في باطل أمريكا الجنوبية فريق برازيلي زي ما الأهلي عمل السنة اللي فاتوا الأبلاء قدام بالمراس البرازيلي وقدر يكسبه حلوة أوجي حلوة أول مشهد بتاع الأهلي والهلال في النهائي ده مشهد حلوة أوي فرقين عرب في نهاية كأس العالم للأندية يا سلام يا سلام ده احنا نعيش احتفالية لحد مطش الأهلي والهلال إن شاء الله بس الأهلي يسعد بكرة لنهائي البطولة المنافس صعب أكيد ريال مدريد يسعد لنهائي البطولة ونقعد بقى نقيم الأفراح والليالي الملاح للأهلي والهلال وهذه المواجهة الشرفية الرسمية الكبيرة بين فريقان عربيان واحد هو الأفضل في تاريخ الكرة الأفريقية واحد هو الأفضل في تاريخ الكرة الأسيوية إن شاء الله بإذن الله بإذن الله تتم هذه المواجهة